أقل من 24 ساعة مضت على إغلاق صندوق الاقتراع في 9 بلديات إلا أن اللجنة المركزية لم تعلن بعد عن النتائج النهائية للقوائم الفائزة في انتخابات المجالس البلدية رغم انتهاء اللجان من عمليات الفرز الانتخابات التي تجاوزت المشاركة فيها الـ 40% تفاوتت فيها نسب إقبال الناخبين في البلديات حيث سجلت بلدية بنت بيا أعلى نسبة مشاركة بلغت 54% في حين سجلت بلدية غدامس أقل نسبة مشاركة بلغت 26% اللجنة أوضحت أنها لم تسجل أي خروقات وأن عملية الرقابة تمت من قبل ممثلين عن منظمات محلية ودولية إلى جانب وكلاء المترشحين في القوائم الانتخابية مؤكدة أنها وضعت مواعيد انتخابية لـ 33 بلدية ستجرى فيها الانتخابات قبل حلول شهر رمضان فضلا عن فتح الباب أمام تسجيل الناخبين في 17 بلدية في المنطقة الشرقية ستشهد انتخابات في الفترة القادمة وينص النظام الانتخابي للانتخابات البلدية على أن البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة يتكون مجلسها البلدي من 9 مقاعد سبعة منها للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بحيث تتضمن القائمة المترشحة للمجلس البلدي عن الفئة العامة سبعة مرشحين رئيسيين وستة احتياطيين يتم ترتيبهم تصعوديا من حيث أولوية شغلهم للمقاعد التي قد تشغر بالمجلس أما البلديات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة فيتكون مجلسها البلدي من سبعة مقاعد خمسة مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بحيث تضم القائمة الرئيسية خمسة مرشحين رئيسيين وخمسة احتياطيين وفي جميع الأحوال يجب أن لا يكون بين المترشحين في القائمة الواحدة صلة قرابة حتى من الدرجة الرابعة